الانسان يارى ان يسقط من مكان مرتفع فبيستغل خوف الانسان او خوف الحانم من الخوف من المستقبل فبيزود الخوف ده عنده ويبدأ بقى في المنام يهيئ له ان هو بيسقط من مكان مرتفع ومش عارف المكان ده هيسقط منه هيصل لايه هو ينتهي ينتهي بايه زي المستقبل هينتهي بايه كذلك السقوط من مكان مرتفع مش معروف هينتهي بايه ده لو سقط من مكان مرتفع ولم يصدم بالارض خايف المستقبل بشكل صعب إنما المشكلة الأصعب لو إن الإنسان رأى في منامه إنه باسخد من مكان مرتفع جبل أو هضبة ولكن يستضم بالأرض يستضم بالأرض وهنا دي دي أصعب يعني دي الأصعب في الموضوع إنه معناه إنه هو عنده خوف شديد جدا الحال من المستقبل ولكن عنده الخوف بتاعه وصل لمرحلة إنه متأكد إنه سيصاب بأزا يعني الحلم الأول إنه باسخد من مكان مرتفع بس ما يصدمش بالأرض هو خايف بس مش متأكد مية في المية إنه يصاب بأزا إنما إذا استضم بالأرض لأ هو عنده شيء شبه يقيني في نفسه إن المستقبل صعب وخوفه من المستقبل يولد في نفسه إنه هو سيصاب بأزا سيصاب بأزا قصة منتهية إنه يستضم بالأرض يحصل كسر أو يحصل جزع أو هكذا دي حلم مشهول جدا السقوط من مكان مرتفع